السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله انا قلت اللي وقف معايا انا بزاوقا في قدامايا يعطيني الصبر لحين الشارع على واحد البنية لانا ام ياسمين احكرينا للا كيفاش يبقى عليك للا تتوقع لك الطلاق وانا احليت جاد تعبزني بالطمو بيالراز اللي كتن جاو جاو بيزني وحطني هنا وبندي الشارع وخلاني ما زمان طبقيت باش نغطف يا اخر شو الله كريم ودتوا الاجراءات في المحكمة اهدنا الاجراءات وكينا وكي ربما حط لي اتشي حاجة للدرية ما كانت طلع وقعنا وياسي لا حول ولا قوة الا بالله ولقى ملقيت واحد اللي يساعدني لفأنا وبنتي اسكي لما ملقيني اسسي والله من الدعم يعطيني اصبر ما حطك للا لا 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 ام ياسمين احنا كنا خوز احنا كنا عائزة للا الشعب داربي اردت بك مكاسي بالخير للا امين وقيت قال لي من الايد المساعدة انا وبنتي مكاسي انا لابنسي فواحد الحالة بنعود تشلك لا يلا الله انا ام ياسمين بصدر القاضي القاضي باش تم وقال لي ما عندي في قول لي ما عنديش ما عنديش هو ما خدا دخل؟ اه لا خدا وقال لي بغت دخلون اللي حافت دخلون انا ما عنديش وفيش كانوا كاريين ولا مديانو ولا؟ لا كارينا سيدي كنا كاري لا حول ولا قوة الا بالله غالي من غالي يقطع يطلق الكراه ويقول انا عندي في نسكن لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله الله يفرج عليك لا لا ما يفرج عليك ان شاء الله لنا ام ياسمين استتر استتر جميل من قل سوى الى خاصة خلي الرقم ديالك عدنا في الادعة وان شاء الله نتوصلنا عكسينة بعد وان شاء الله تعالى ربي اتحدى بالابواب القفية وابواب الخير لا حول ولا قوة الا بالله احنا نؤكد باننا كلنا اخوة وكلنا عائلة واحدة والقوي منا يأخذ بيالي الضعيف ومثل هذه الحالات ممكن ان شاء الله ربي يسخر فيها اول شيء ما قم به هو كان توصل مع الطريق وكان حاول اندر الصلصة هو اول شيء الصلصة خير ربنا عز وجل يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس اياما وجدنا حالات مثل هذه نبدأ اولا في الصلح ربما لم يجد هذه الزوجين من يدخل بينهما بخيط ابيض فلابد من الصلح ولابد من اعادة تأمية الى مجاريها على الاقل حفاظا على سلامة البنية البنية عند اربع سنوات تحتاج ان تعيش في اخضان امها وابيها تحتاج ان تعيش في اخضان امها وابيها ولكن هذه الوضعية غير سليمة اول شيء سوف نقوم به لا ام ياسمين ندخلوا لهذا الرجل الطليق ونحاول نسوي الامور باللتي هي احسن لعل رب عز وجل يرد ميها المجاريها ويا ما وقع الصلح كاذا تعبر وتعثر فالعا الاقل تكون ضمان لبعض الحقوق اي نعم المحكمة تضع مجموعة الاجراءات والتدابير هي مشكلة تقسو على الرجل هي تحاول ان تجد المرأة حية كريمة لان المرأة مشكلة الرجل وليس الذكروا كالانتر الرجل دات في الصنقة كفوانه ولكن المرأة تبتلي لوحدة الصنقة يقع لها ما يقع لهذا المرأة لابد ان الكفة تكون ميلة اليها وهذا تسمى التمييز الايجابي فنكش الوضع دي العائلة والاحباب والاخوث هو القوي يأخذ بالضعيف لكن اذا تعبر كقدر يكون الاخ حتى هو ضعيف وان شاء الله تعالى نضقوا الابواب ونقضوا الاحوال ما تخافشنا لأم ياسمين احنا في هذه الليلة المباركة ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شاء الله ربيتش ابواب وابواب للخحنة نائما ويقين ان الله تعالى اسمه الفتاح ذو القوة المتينة بث لأم ياسمين قبل ما تناسين قبل ما تناسين قد قرأي سورة ياسين بش ربي عز وجل اسلح لك القلب ديالك لان سورة ياسين غايتها انها تصلح القلوب وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل شيء قلب وقلب القرآن اقرأي ياسين وبعدها اقرأي سورة الفتح لان انت عندك لأبواب مغلقة وصورة الفتح بها ربنا يفتح الأبواب المغلقة ويفتح القلوب الصلدة انا فتحنا لك فتحا مبينة الفتح سورة الفتح عظيمة كان النبي يقرأها فتح الله له مكة المكرمة بعد ان ضلت مغلقة طيلة عشر سنوات نقرأ سورة الفتح يفتح الله القلوب الموسطة والابواب المغلقة وبعدها نقرأ سورة الواقعة سورة الواقعة هي جالبة للرزق تجنب الرزق الوفير وتجنب الخير الكثير وتجنب العطاء الوفير بسبب الله وكرام الله وإن شاء الله لنا أم يسمنت وصلاة فيما بعد وغد يكون خير عظيم أسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن يغنيك من فضله وأن أكتب لك مكاتب الخير وأن يسعد قلبك وأن يعودك خيرا مما ضع آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله